طارق للتجهيز التيار الكهربائية ردود فعل شعبية غاضبة في محافظة النجف الأشرف حيث عبرت الأوساط الشعبية عن استيائها من فشل الحكومات المتعاقبة في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالرغم من صرف مبالغ طائلة على هذا القطاع والله كهرباء زفت خويخ دمرتنا دمرونا عمي السياسيين رحمونا الله يرحمكم سوق غالي كهرباء ماكو الأمبير 8000-9000 دينار بطل الزيت حتى بـ 4000 وصل وين ولي عم وين روح نشريد 4 ساعات بساعة الكهرباء عم ضيم والله ضيم تعبوني عم رح نمويت جهانا موتت شغل ماكو ضيم الحكومة مفروض عليها مفروض عليها من ناس خارجية دول خارجية يأذون هذا الشعب المسكين وإلا أي مسؤول يسوي الكهرباء هسا ما حد يفرط به يطلعوا يقول أنا سويت الكهرباء وتحسنت الشعب ما يفرط به هذا الشعب المسكين حسبي الله ونعم الوكيل قطع الكهرباء شهر رمضان حسبي الله ونعم الوكيل محافظ النجف الأشرف وفي تصريح لقناة زاكروس اتام عددا من المحافظات العراقية بالتجاوز على الحصة المقررة لها من الطاقة الكهربائية مطالبا وزارة الكهرباء الاتحادية بالعدالة في توزيع الحصص المتفقي عليها غلب المحافظات تكلم عن كربلاء بابل ديوانية السماوة نفس الشيء تقريبا ولكن للأسف هناك محافظات تتجاوز على الحصة حصة مثلا 400-700 الوزارة ما تحرك ساكن النجف إذا تحرك له مثلا عبر لفد 10 ميجا 15 ميجا رأسا القطع من بغداد هذه ازدواجية بالتعامل نتمنى من معالي الوزير أكيد ما عنده علم أكيد السيد وزير ما عنده علم بالذي يحصل ولكن نتمنى تكون أكو عدالة نعم اليوم هناك مشكلة حقيقية في تجهيز الغاز من جمهورية إيران الإسلامية وسببت هذه المشاكل بقلة حصص التجهيز انقفاض بل وانعدام تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية في العراق من الأزمات المزمنة التي تشتد وطأتها في فصل الصيف حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أزمة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حل لها رغم الوعود المتكررة والخطط الاستثمارية الموضوعة في الموازنات الانفجارية السنوية من النجف الأشرف محتز العبودي زاكروس تيفي